المرح طبعا كان المرح لكل الناس كانت مستنيه العالم كله كان بتفرج عنين برح أنا بجد بعيد عن أي حاجة طبعا مبيروك لنادي الأهل ومجلس إدارته وجماهيره بعيد عن أي حاجة كان المرح ممتع بجد مralsحاتي النهائي أصلا توقش فيها كورة وتوقش فيها فنيات لا إرح كلنا كنا عاديين مستمتعين هارضي لك من اي نادي الزمالك فريق كبير عمل مرح كبير جدا لكن المرح ده فعلا هو مش فتاع فنيات هو نا متاع كورة ماتش ده اللي يكسب هو اللي يخلص أنا والله دي أجاد 85 والله قاعد معايا واحد زمركوي قلت له الأهل هيخلص بس أفضل واحد فيه ما يخلص وهو كان فيه أفضل واحد فيه محمد مجد أفشي في صراحه خلص الماتش مبارح ماتش كان حلو جدا مبارح استمتعنا بيه كلنا مبارح شيكبالا جاب جون فوق العالم بشوية يعني نزل على المواقع العالمية على فكرة أنتم ما تعرفوش فالماتش صداه في العالم غير طبيعي اللي مصر تلعب النهائي بطولة أفريقيا عندنا هنا موجود في مصر ده فخر لنا كلنا كأهلوية وكزمركوية قرى مصرية بقت في حتة تانية خالص الناس كلها بقى بتكلم عليها كله دلوقتي يعمل لنا ألف حساب قبل ما يقابلنا فده حاجة تبقى كويسة جدا مبروك لنادي الأهلي تاني مرة ومجلس إدارته جماهيره والجماهير بالذات لأنها هي لقفة بتقف معاه في كل حاجة والجماهير الزماليك برضو الوفية خلينا نشوف عندنا وطبعا والله عزيم بجد من أحلى لقطات اللي واحد شافها في حياتهم بارح بجد لقطة الكابتن مؤمن زكريا مع الكابتن محمود القطيب وهم بيرفعوا مع أحمد الشناوي الكاس بجد كانت حاجة فوق الخيال بجد يعني ربنا يشفيك ابن اللهي كلنا بندعي لك تخدت مبارح كمية دعوات بعيد عن أي حاجة في المطش اشتركوا في القناة